هناك نوع من التضليل مع فقدان الأدلة والوثائق اللازمة لاتهام إيران بهذه الحوادث ليلة أمس يعني الثلاثاء مساء أنا رجعت إلى البيت ساعة واحدة والنصف ليلا قرأت بأن هناك قائد عسكري إيراني صرح قال بأنه الملاحة تسير بشكل طبيعي جدا ولا يتوجد حوادث حتى أنه رويترز ومصدر بريطانيا أيضا قال بأنه الملاحة جيدة ولا يوجد شيء يعني شنو؟ بالتالي هناك نوع من الضبابية بفقدان الدليل ونوع من الضبابية لعدم وجود أدلة كافية يعني الدول الكبرى تحاول تخلق ذرائع وأسباب لاستهداف إيران صحيح؟ إذا سمحت لي أنطيك الفكرة كاملة حتى نستطيع أن نصل إلى فرد قناعة معينة إسرائيل عندما فجرت السفينة الإسرائيلية أو لا أقول إسرائيل وعندما تم هذا الحادث حادث تفجير السفينة الإسرائيلية التي تمت يوم الخميس الماضي هذا التفجير عندما حدث لم يعلن أحد بمسؤولية عن الحادث بقيت هذه القضية يعني مبهمة تم بعد ذلك يوم الثلاثاء يعني مساء الثلاثاء قالوا أربع سفن هناك اختطفت وفجرت وصواريخ ومشاكل ذلك أنا أعتقد بأن إسرائيل الآن تريد أن تستغل الموقف أولا هناك انتقال سلطة في إيران إبراهيم رئيسي متشدد إبراهيم رئيسي قال بأنه سوف لن يقف عند المباحثات النووية وبالتالي إسرائيل تريد أن تلعب الوقت الأخيرة مع إبراهيم رئيسي في إفشال مباحثات فيينا ترجمة نانسي قنقر